السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة طريق المعرفة أصدقائي إليكم هذه المعلومات ربما تسمعونها لأول مرة هل تعلم أن عمر الإنسان يتجدد كل خمس سنوات؟ لأن كل خلية في جسم الإنسان لها عمر محدد وأقصر خلية عمرها 48 ساعة هي خلايا بطانة الأمعاء الزغابات فهي تتجدد كل يومين وأطول خلية عمرها خمس سنوات هي الخلية العظمية فالإنسان يتبدل كليا من رأسه إلى قدمه فكل خمس سنوات جلدك ليس جلدك وعضلاتك غير عضلاتك وعظمك غير عظمك كل شيء في الإنسان يتبدل إلا عضوين أولهما الدماغ فلو تبدلت الخلية العصبية لنسي الإنسان علمه وذكرياته وقدراته وخبراته وثانيهما القلب فخلايا القلب لا تتبدل فالمشاعر والأحاسيس تبقى كما هي والشيء المدهش أنه اكتشف في القلب خلايا عصبية تتمتع بميزات تفوق خلايا الدماغ بل إنها تأمر خلايا الدماغ كان العلم قديما يعتبر القلب مجرد عضو وظيفته دخل دمي للجسم ولكن اكتشف حديثا أنه عضو كالدماغ يحتفظ بالذكريات والمشاعر وهذا الدليل العلمي موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وقال تعالى لهم قلوب يعقلون بها ترجمة نانسي قنقر